بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسلت مصر مساعدات طبية عاجلة إلى سوريا وتركيا وذلك لمجابهة آثار الزلزال المدمر وأقلعت خمس طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكمية كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم أبناء شعبي تركيا وسوريا في محنتهم ومساعدتهم في تخفيف آثار الزلزال المدمر الواقع بالدولتين والذي أدى إلى حدوث آثار تدمير كبيرة بالإضافة إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين أقلعت خمس طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى أبناء البلدين لمساعدتهم في تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر موسيقى 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 اشتركوا في القناة هذا وآرب المسؤولون بالدولتين عن تقديرهم للجهود المصرية دعم الأشقاء وعلى رأسهم جمهورية مصر العربية والأصدقاء الحقيقة نستطيع أن نكون أقوى في معالج تداعيات هذه الحادثة المدمرة والأليمة نأمل دائما أن نكون إلى جانب بعضنا البعض وهذا هو رهاننا وأملنا في المستقبل ويعد الدعم المصري المقدم للجانبين التركي والسوري تأكيدا على أهمية الدعم الإنساني لمجابهة حوادث الظواهر الطبيعية بما يسهم في دعم علاقات الترابط والطأخي بين الشعوب لتجاوز المحل